طبعاً بدأت الحياة تعود إلى هذه المدينة بشكل تدريجي وبدأت الحركة سواء على مستوى الأفراد المواطنين أو حتى السيارات وهذا الأمر طبعاً يأتي بعد هذه الانفجارات الثلاثة وتبعها بعد في وقت متأخر انفجار رابع مساء أمس أسفرت طبعاً الانفجارات الثلاثة الأولى عن تدمير منشآت صناعية كما تحدث عمدة لفيف هنا وقال أن تم استهداف خزنات الوقود في هذه المنشآت وبقي رجال الإطفاء لنحو 14 ساعة يحاولون السيطرة على هذا الحريق وقد نجحوا في السيطرة كما تحدث عمدة لفيف طبعاً وقال أن هذا الأمر طبعاً دفع رجال الإطفاء وأخذ ودعا طبعاً السكان إلى ضرورة أخذ الحيطة الآن يمكن أن نقول أن الأمور تعود بشكل تدريجي للحياة ولكن هذه الهجمة أمس التي وصفت بأنها الأعنف ربما والأخطر وهي الأقرب داخل المدينة حيث لا تبعد عنها سوى ثلاثة كيلومترات لذلك ربما هذا الأمر قد يكسر الشعور لدى الناس الشعور بالأمن في هذه المدينة وبأنها مدينة آمنة وهي أفضل من كييف أو مدن ثانية تشهد قصف أعنف ولكن طبعاً نلحظ أن الناس قد بدأت تعود إلى الشارع بشكل حذر وبشكل تدريجي وهو أيضاً ما تحول السلطات هنا التأكيد عليه بأن الإجراءات التي تقوم بها والاحتياطات التي تتخذها في الدرجة الأولى حماية المواطنين والنازحين هنا في هذه المدينة المقتربة بالسكان لذلك كان هناك تحذيرات حتى يعني الفيف هي قريبة من الحدود البولندية ونقطة انطلاق للنازحين داخلياً حتى يعني استضافة عدد كبير من النازحين بعد ليلة أمس هل هناك توجه كبير أو أعداد كبيرة تنطلق من الفيف إلى الحدود البولندية ربما بنفس السبب الذي ذكرته بأنه لم يعد هناك إحساس بالأمان كبير أو بأن هذه المدينة قد تتعرض في أي وقت قادم يعني لضربات مشابهة أو مثيلة التي كانت في الأمس حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن موجة نزوح كبيرة أو لجوء إلى المناطق الحدودية لأن هذه المنطقة وهي تبعد عن الحدود حوالي ثمانين كيلو متر خلال كل هذه المسافة وخلال طريق إلى هنا كانت هذه المناطق آمنة والحياة فيها شبه طبيعية وأكثر حركات ولا وجود سوى للنقاط العسكرية أو نقاط التفتيش التي تنتشر على مداخل المدينة لذلك الناس ينظرون إلى هذه المدينة بأنها ملاذ آمن لهم وكذلك لهذه المنطقة الغربية المنطقة بطبيعة الحال الممتدة مع الحدود وطبعا الإجراءات كما تحدث المسؤولون هنا الإجراءات هي في الدرجة الأولى حماية المواطنين وحماية النازحين لذلك هي تقول أن هذه المدينة لا تزال طبعا آمنة على الرغم من هذا الشعور الذي ساد أمس بعد هذا الاستهداف ولكن يبدو أن الناس قد تأقلمت مع هذه الضربات خصوصا أنه قبل مدة قصيرة كان هناك استهداف للمطار والمطار لا يبعد كثيرا عن المدينة ولكن ما ميز هذا الذي حدث أمس وهذه الانفجارات الثلاثة بأنها كانت قريبة جدا ولكن طبقا هي استهداف لمنشآت صناعية بمعنى أن لازل الشعور بالأمن لدى الناس خلال حديثه مع بعض الأشخاص هو السائد هنا بالنظر إلى أن هذا الاستهداف لم يكن لمناطق سكنية ولكن القلق يبقى موجود وليس بالدرجة الكبيرة بالنسبة لمدن ثانية ومدن تشهد قصف لكن يبقى القلق موجود والحذر موجود نعم